أنين خافت يصدر من أجساد هزيلة أنهكها الجوع وفي غضون ذلك يكافح الأطباء في إنقاذ الأطفال الذين يعيشون على شفى الموت إثر سوء التغذية الحاد وضع صعب يعيشه الأطفال في مناطق سيطرة الحفجين حيث لم يسلموا من أي شيء تجويع وتجنيد إجبارية ومن فر منهم لإيجاد ملجأ آمن في مناطق الشرعية اليمنية يتم قصفهم في مناطق نزوحهما كما حدث في مخيم الخوخاء المليشيات الحوثية منذ نشوئها قد اعتمدت على تجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم وضلت هذه العملية ملازمة لهذه المليشيات الإرهابية وزادت من أسلوب تجنيد الأطفال في السنوات الماضية بعد الهزائم التي منيت بها وأفقدتها الكثير من عناصرها ومقاتليها وقياداتها الميدانية أطفال وأسر حالتها صعبة جدا وأطفال بحاجة إلى الحصول على التغذية والدواء بعد أن أصيبوا بسوء التغذية والدنيا مغلقة أمامهم لأنهم فقراء في مناطق تسيطر عليها مليشيات لا ترحم فقرا ولا يوجد معهم أي طعام ولا مصدر دخل وكل شيء غالي الثمن منظمات الدولية ينبغي أن يكون لها موقف إزاء هذه الخطوة التي تتخذها المليشيات الحوثية في انتهاك حق الطفولة وحقهم في التعليم وفي الحياة فالوضع المعيشي في مناطق سيطرة المليشيات لم يعد يطاق ووصلت الأمور حد المجاعة فقد وجد بعضهم يأكلون أوراق النباتة نتيجة الظروف المعيشية المتردية وغياب الطعام وأي مصدر للدخل إثر انهيار الوضع الإنساني بسبب الحرب المندلعة في الجمن التي أشعلتها المليشيات دون أي تفكير فيما سيأول وضع هؤلاء المرهقون أصلا مروى النبي لقناة الإخبارية عدن